اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية لسيما طريق الصعيد الحر بإجمالية طول حوالي 160 كم ووجه الرئيس السيسي بتطقيق كافة تفاصيل ذات الصلة وصيانة دورية لتلك الطرق والمحاور والكباري لضمان صدامة جودتها إلى جانب تنفيذ أكبر توسعة الممكنة لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فضلا عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على انكداد الطرق وعلى مسافات متقاربة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية كما تم استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمساحات الفضاء غير المستعملة على مستوى الجمهورية فضلا عن سير العمل بمشروع أبراد بورسعيد وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول كذلك متابعة الموقف الإنشائي والهندسية لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة مدينة الجلالة والامتداد المستقبلية لمناطق الاستثمار في المنطقة بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومنشآت ترجمة نانسي قنقر